فاكرين أول إمبارح بالتحديد أول إمبارح لما تكلمنا وقلنا يا جماعة خلوا بالكم في هجمة هتحصل على النادي الأهلي ومديره الفني وصفقاته الجديدة فاكرين ولا لأ ونبهنا وقلنا خلوا بالكم إمبارح برنامج من البرامج حاطت السريابة كده تمام؟ والمزيع بيتكلم مكتوب فيها إيه؟ استياء وغضب شديد من كولر بسبب أرضية التتش ده أول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم يعني هو الرجل لسا جاي بقاله يومين؟ تمام؟ نزل الملعب يمكن تشافوا اللقطات مثلا من خلال شاشة قاتل أهلي الرجل بيبص على أن يجي له كلام من ده من غير ما يعرفوا أصلا حقيقة الوضع إيه؟ فقال لك لا ده الرجل غضبان جدا من أرضية التتش ومش عاجباه وأرضية التتش بتصير غضب كولر وبصراحة إحنا خلاص بقى تعودنا على الكلام ده بس يبقى عيب علينا قوي لو نجرنا ورا الكلام اللي زي ده لأن الناس اللي حاركهم بتشوفوهم دول والبرامج وإنتوا عارفين قصلي على أنهي برنامج وفي برامج تانية أخرى بيشتغلوا لمصالح وأهداف محددة ضد النادي الأهلي يبقى عيب علينا قوي لو إحنا صدقناه وأصلاً عيب علينا قوي لو إحنا بنتبعهم لأنه ده واضح قوي قوي أنه هو واخد توجه ضد الأهلي أما الراجل لسه حتى ما توقف هو حد بتكلم ألماني مثلاً فيهم مثلاً عارفوا اكتواصل مع الراجل قال لسه جابوا رقم تليفونه حد من الجهاز الفني قال لهم مستحيل مستحيل بنسبة مليون في المية لا فيه غضب من كولر في أي حاجة ولا فيه أي مشكلة بخصوص أرضية التيتش اللي اتطورت ولا فيه أي أزمة من الأزمات خالص التدينة بدري بدري كده صارت الجدل ومحاولة من محاولات إن احنا دايماً نخلق أزمة للأهلي يلا ندخل في نفس السكة اللي احنا كنا ماشيين فيها واللي احنا بصراحة نجحنا إن احنا خلينا الأهلي يتأثر وجمهوره يتأثر فبالتالي خلناه مش مستقرين فنيا لو ماشينا أجهزة فنيا وعملنا وسوين هنفضل بقى في النغمة دي الدور علينا احنا بصراحة منتهى الوضوح وأي واحد أهلاوي ينشر الكلام اللي زي ده يبقى ما بيحبش الأهل من الآخر هل ده معناه إنه ممكن ما يبقاش فيه سلبيات لا وارد إنه يبقى فيه سلبيات عادي مفيش نادي من غير سلبيات أو من غير أخطاء أو من غير إيجابيات أو من غير الكلام من ده لكن ده إحنا حتى لسه ملحقناش يعني أنتوا حتى لما تيجوا تقولوا حاجة زي كده خليكوا أسكية يعني بتكلم هنا رسالتي للبرنامج ده بالتحديد لما تيجوا تقول حاجة زي كده الراجل لسه جاي ما بقلوش يومين ما بقلوش 48 ساعة قلت أصلا أرضية التتش تصير غضب كولر يا رجل كفاية ديحك بقى كفاية هزار بقى أقسم بالله مفضوحين والله العظيم مفضوحين للأسف الشديد يعني لكن إحنا حنوقف للحاجات اللي زي دي والله حنوقف للحاجات اللي زي دي عشان مش هندي فرصة تاني إن حد يحاول بشكل أو بآخر إنه هو يأثر على الأهل قد اللقطة الوحيدة اللي بتخص إيه إن الراجل بيبص على الملعب بيشوف طول النجيلة ومبارح كان معي يا زميلي كريم أحمد في المداخلة على الهواء مباشرة وكان بيغطي التمريد قال الراجل كان بيشوف طول النجيلة وكان معه حتى المهندس بتاع الملعب المهندس خالد لو يستكشف يقوله لو فيه أي تعليق يقوله عايزين مثلا نأثر النجيلة شوية الخطوط مثلا عايزينها ببان شوية أو تتحدد بشكل أكبر وسعلي الملعب ده يقلي أيا كان أيا كان عشان ما مفتيش بقى أنا كمان وعمل زي الناس تاني وقولك هو طلب إيه لكن في كل شايفين الراجل ارجعلي بالصورة كده سأعتلي العشمال ده أهو وقف الراجل العشمال ده ده المهندس الزراعي اللي وراء اللي وراء اللي بيصور ده المهندس بتاع النجيلة بتاع الملعب المهندس خالد ده اللي تواصل معه كتير جدا كولر لكن لا قال له الأرضية مش عجباني ولا قال له في مشكلة طيب ما تمشوا كلر يا جماعة بالمر ما تمشوا بالمر بقى ده الراجل لسه النهار ده بيقول تصرحاته يعني حتى في إصارة الأزمات ومحاولة إيجادها داخل النادي الأهلي ما فيش نوع من أنواع الزكاء اصبر شوية يا سيدي وبعاكية بقول الأزمات دي وهنطلع أن نرد عليك برضو لشي احنا عارفين هدفك وعارفين توجهك فبصراحة حاجة من الحاجات الغريبة جدا طيب